أهلا بكم بنفكركم مرة تانية بسبب التديق على المحتوى الفلسطيني ما تنسوش تشتركوا في قناة جو شو على اليوتيوب وتفعلوا زر التنبيهات عشان أي حاجة جديدة ننزلها توصل لكم أول بأول فعملوا لايك للحلقة ولون نرأيكم في التعليقات كمان هنحط لكم لينك البس المباشر للتليفزيون العربي في التخطيط المميزة للحرب على غزة أهلا بكم في جو شو والعدوان على غزة داخل في يوم المائة وعشر بدأت دول كتير على مستوى العالم تتحرك لمساعدة غزة البرازيل اللي أدنت المقاومة في بداية الحرب دلوقتي بيديني العدوان الإسرائيلي وإحنا قاعدين جاد بوليفيا طردت السفير الإسرائيلي وقضعت اللي قد بالمسيح معاه وإحنا قاعدين تشيل كلومبيا الهندور الهندور الهندرو دول كده يعني في أمريكا اللاتينية التلاتة استدعوا السفير الإسرائيلي واتهموا بالإبادة العرقية وإحنا قفلين أسبانيا وأيرلندا وإطاليا وفرنسا وبريطانيا والبرتغال العالم الغربي كل شوارع وتمالت مظاهرات بتطلب وقف إطلاق النار ووقف العدوان على غزة مصر تخضت بقى احنا مش هنبدأ قاعدين كده أسامحتي يا كمان للمتظاهرين يعبروا عن رأيهم في الشارع لا مش ديها جماعة مش ديها أيوان ديها بس لأن القانون بيمنع تجمع أكتر من واحد في مصر فالحكومة فورا تدخلت وفضت المظاهر برافو لحد ما جت جنوب أفريقيا وعملت أكبر خطوة ورفعت دعوة في المحكمة الدولية ضد إسرائيل وكل الدول انضمت لها وإحنا قاعدين نبيبيا انضمت لدعوة جنوب أفريقيا تعرف أنت في النبيبيا؟ ولا تعرف مقاح على الخريطة؟ ولا مدى بعتها عن فلسطين؟ أوكي إخواتنا التوانسي عارفين كويس معلش يبقى نقف فيه حكم المهم من نبيبيا ديها انضمت عشان ألمانيا اللي احتلتها انضمت لإسرائيل وإحنا اللي عنينا من الاحتلال الإسرائيلي وقفين على الحياد؟ بصراحة كده أنا كمصري شايف أن موقف مصري بقى محرج قوي فإحنا جبنا مؤشر الإحراق ده نقيس بيه من واحد لعشر نقينا أن موقف مصري محرج بنسبة جدعانة مني كده سبعة من عشر يا جماعة هو سؤال واحد بس محتاجين نجاوب عليه عشان مؤشر الإحراق ده ينزل ليه مصر ما نضمتش الجنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية؟ إيه؟ ما عندناش محامين؟ ما بنعافش نتكلم إنجليزي؟ حد يرد يخرجنا من الإحراق ده؟ الناس كتير النهاردة سألت وهي مصر يعني ما عندهاش ناس زي اللي وقفة في جنوب أفريقيا ديت ما عندناش خبراء قانونيين مصر عندها كل حاجة وأي حاجة؟ وعندنا خبراء قانونيين وعندنا عبقرة مفوهين يتحدثون الإنجليزية والفرنسية بطلاقة عندنا خذ نطلع فاصل إعلاني ونرجع تاني إبقوا بقى محافش عمد محدش خد باله حد خد باله يا جماعة؟ لا ما تكسبش كده مالي يا عمد لهم لهم دا إحنا عندنا دا كاترة يعالجوا الناس وسعف المصابين كتير قوي بس هنطلع فاصل معلش وعندنا عربيات مساعدة وغاسة كتير قوي أفع المعبر بس قفلين الفاصل عايز تعد المعبر ومش معك تسعة تلاف والعشر تلاف دولار؟ لا الصراحة يعني دي الوحيدة اللي مش تعرف تفاصل هنطلع فاصل إعلاني أرجوك تطلع فاصل بسرعة وسترح شواء بقى يا يا أخي تعبت أنت أجهد وكفح عن القضاء الفلسطينية لثلاثين ثانية متواصل عايزينك كده تاخد فاصل كبير أوي 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 يؤدي الفاصل بالرفحة المصرية والفلسطينية كده والكل اللي سأل عن مشاركتنا في حكامة العدد الدولية التامير يا جماعة مصر عندها خبراء القولينيين بيتكلموا انجليزي وفرنساوي وجنوب أفريقيا كمان بس مخبيين هاي عند الحاجة أكبر لا، كل العبقرة المفوهين مشغولين دلوقتي في تحتين الدستور العشرين ثلاثين مثلا شكتنا بقى محرجة أكتر يا عمر هنعمل إيه؟ ده خصوصا أن مصر طلع فاصل من أول يوم في العدوان على غزة عايزين نزع بقى ويبقى لنا دور عايزين يا جماعة حد ينزل مؤشر الإحراق ده ويقول لنا سؤال ببسيط خالص مصر مش مشاركة ليه في محكمة العدد الدولية ومش من حقنا نرفع عضية ضد إسرائيل زي ما جنوب أفريقيا عملت معقولة التاريخ والأمانة بتقتضي مني أن أقول لحضراتكم فيما يتعلق بالسؤال اللي الشارع العربي كله بيسأله هل يحق لأي دولة عربية أن تقوم برفع قضية ضد إسرائيل كما فعلت جنوب إفريقيا الإجابة القانونية الموضوعية العلمية نعم هل يحق أي دولة عربية كانت تبادر أو حتى تنضم إلى جنوب إفريقيا في هذه الدعوة ضد إسرائيل نعم تأكدنا أنه حتى هذه الساعة لم تنضم أي دولة عربية إلى طلب جنوب إفريقيا ليه أنا ما عنديش تفسير؟ حضراتكم تقدروا تسألوا المسؤولين العرب في هذا الأمر؟ أنت بتفرش ليه؟ بتسليلنا الإفة يعني؟ أن رأي مصر ترفع قضية على العرب تقول لهم؟ تو بترفعهاش قضية على إسرائيل ليه؟ والله يا خالدك النفسينا أنت كمان تروح ترفع بنفسك بس من متابعتنا ليك أنت أخرك تبقى محامي خلعا لا ما تيلوش يا جماعة أكيد المسؤولين العرب بيحضروا حاجة أكبر من محكمة الدولية في المعربية مثلا في 11-11 اللي جاي؟ ما تفجؤناش أو جايز جنوب إفريقيا مش محتاجة شاهد زور الغريب برضو أن المسؤولين العرب اكتبعوا مرتين ثلاثة كلوا وشربوا ومجاش في دماغهم حتى يستخدموا قليات العدالة الغربية لمحاسبة المجرمين بعدا يا خالد هو إيه؟ التاريخ والأمانة في أنك تقول لنا أن العرب من حاقوم ينضموا لدعوة جنوب أفريقي ما إحنا عارفين يعملوا من حاقوم عادي جاي إنت يعني في الأمم تقول لنا أنا ما عرفش مسأل المسؤولين العرب عمال إنت في الإعلام بتعمل إيه؟ معقولة؟ يعني لا محاماة ولا إعلام؟ طيب يا سيد هنسأله إتكل إنت على الله إحنا نسأله ثانيا واحد ألو؟ معايا المسؤول العربي؟ بأكلمك من طرف خلد أبو باكر أفل السكة في وشي بشكل يا خالد أبو باكر سمعته وحشة معلش طيب استنى ألو؟ معايا المسؤول العربي؟ بأكلمك من طرف أبو مكة حبيب الله يسلمك حلو تقتبعهم ده بقولك ما تعرفش مصر ليه ما نضمتش لجنوب أفريقيا؟ هتنضملها في ربع النهائي لما تكسب غانا والراس الأخدر؟ آه أنت مش هتابع أصلا والله يا عيد مش عارفين نرد على سؤال يا جماعة هي مصر ما بتشاركش في المحكمة الدولية ليه؟ ده إحنا حضوبنا حتى مع العدو شكلنا بقى محرج أكتر من مؤشر الإحراج اللي داخل على العشرة لازم يا جماعة حد يحقنا المراضي يا إما هنخيش قرصتنا الأخيرة حد يفسر لنا من غير ما يحرجنا طيب حتى هي ليه مصر مش بتدعم جنوب أفريقيا في دعوتها ضد الاحتلال؟ إيه اللي منعنا؟ المباطل اللي خدتها جنوب أفريقي وقدمت شكوى لمحكمة العدل الدولي لماذا لا تلحق مصر وتدعم هذا المطلب الجنوب أفريقي؟ ما الذي يمنع؟ هو دول؟ فيه على قدب المسايا؟ فيه على قدب المسايا؟ لا لكن لا لا فيه حاجة تمنى أنا أصلا في هذا المكان في هذا الإقليم ليه دور جنوب أفريقي منه دور لو أنا روحت رفعت قدام المحكمة العدل الدولية يبقى أنا فقدت دوري وحجمت وحييت نفسي كواحد مهندس العملية في المنطقة فنحنا مش أقل من جنوب أفريقي هاو ونحنا مش أكتر مش أقل وطنية ومش أقل ولا أقل من بوليفيا كونيين ولا أقل من فلادلفيا لا لا بلاش في لادلف يا جماعة علشان إسرائيل عايزة السيطرة عليه وهمش قادرين نرد عليه لا بس إحنا مش أقل من بوليفيا طبعا ولو قطعت علاقتها مع إسرائيل احنا بنعرف نقطع علاقت برد فعملنا قبل كده مع الكهرباء داخلينا على أربعة شهور قطعنا علاقتنا بقى تماما لا مزي الخمسين دولة اللي نضموا لدعوة جارب أفريقي وعايزين مهندس عمليات المنطقة يصغر نفسه ويروح للمحكمة الدولية نبش عايز أكتر مما أقول أنفار بعداً يا نشأة لو مش هتصلت عليهم محامين صلت عليهم لسانك فينا يا بالعز بتاعتك يا أخي انت حرام انت ساقت ابني ساقت يا رخيص يا ابن الرقيق يا نشأة ريك يا نشأة اختشي اللي احتلال حتى مش قد لسانك بعداً أنا عندي سؤال يا المحكمة المصير راحت فيه عايز تاخد خطوة ضد الإسرائيل يرفع دعوة بقطع علاقت الإسرائيل عندنا في مصر الدعوة رفضت؟ أنا آسف بس ما احترامي أصلاً جنوب أفريقيا ملاش دور في المنطقة عملت يعني جنوب أفريقيا كسبت أفريقيا مرة نكسبناها سبع مرات ايه تاني؟ يبقى أنا فقط دوري لا لا أرجوك مش عايزين نفقد دورنا اللي هو أنا معرفوش بس يعني عندنا دور الحمد لله يبقى أنا فقط دوري فعلاً سبنا التناكة للناس الشياكة اللي زيك كده يا نشأة ما عرفش بنجعز في أعداتك على إيه؟ ده إحنا يا حيالله مش قادرين نفتح معبرنا مع فلسطين نمرر من خلال المساعدات مش عارفين ندخل أساسة مية لازم الشحنات تمشي ميت كيلو للمعبر بعدها إسرائيل تفتش وتقولك إيه اللي يدخل وإيه اللي ما يدخلش فكل دورك أنك تفتح المعبر وتقفله وبس دي محتاجة بوابة مترو مش محتاجة مهندس عمليات خالص يعني حرم عليكم بجد أحرقت مصر أكتر وسط المنطقة بردودكم دي لا ده مش اسم القناة بدرجة مؤشر الإحراب عموما لو الحكومة المصرية ما عندهش مبرر قوي على عدم تضامنها مع فلسطين وانضمامها لدعوة جرب أفريقيا ومش عايزة ترد لإعتبر فلسطين فعلى الأقل ترد لإعتبرها على نفسها وترد على الاتهامات اللي إسرائيل اتهمت بها مصر في المحكمة الدولية المحامل الإسرائيلي اتهم مصر بشكل مباشر إنها المسؤولة عن تعطيل المساعدات ودخلها المعبر رفع لو الأول كان شكلنا وحش فدلوقت شكلنا محرج جدا المرات بجادت شكلنا يكسف لازم يا جماعة نرد عليهم يلا يا نشهت مهندس العامليات جاء هو يا جماعة يلا بقى ابو تاه الشياكة كده الفست بتاعك والخوزة رد عليهم محامي إسرائيل صهيوني يعني شف محكمة العدل الدولية هذا الكذاب الأشر هم قايل لك عدم دخول المساعدات لغزة مش مسؤوليتنا رمى في السكر كده لك إيه؟ ومصر هي المسؤول أنا خدت الضربة بكاد ده مصر اللي معطل المساعدات وحيات أمك يا أخي يا بالعوف عندنا مثل كده ما نقدرش إن إحنا نقوله على الهوى لا لا نقوله ليه؟ ده مفوش حاجة ده محترم لما لما العيبة تلهيك اللي فيها تجيبه فيك إدعاءات كذبة مكذوبة قال لك بخي مصر هي اللي بتدخل المساعدات أو ما تدخلش أنا مش قافل لكن الظروف واحد اتنين تلاتة اربعة لو دخلت حاجة هتتضرب ومش عايزين نرتكل حماقة وندخل المساعدات يتم قصفها فالمنطقة تشتعل زيادة اللي عملين يتكلموا مصر لا أحضرتك في معابر تانية ما بين إسرائيل وقطع غزة اتنين جيران بيتخنقوا مع بعض ليه بتقحموني في هذا الموضوع اتنين جيران؟ وانت ملكيش دعوة؟ إزاي ملكيش دعوة وانت اللي قفل باب العبارة يا متخيل كده الحرامي راه يعتدي على الجار الضعيف فقولوا خلي بالكيش دعوان هيسمعونك ليه عم مسكت ده كلهم إبراهام عيسى انت ليه مستضعفها نفسك كده؟ ده فتحة باب الشقة بس توقف الحرب ولا انت مبسوطة يعني ان دورنا دلوقتي في الحرب ديت ان احنا نبصوا من خرم الباب وويه كمان؟ لما بتطبوخي طبخة بتبعتلهم طبق من معبر أبو سالم؟ ده مش عمك اللي واكل الورث ده دولة محتلة أراضينا العربية بقى يا دي النخوة هتسيبي جارك الصهيوني يحرم لوحده يلا شارك معاه احنا بنتعامل مع حدودنا ان فيه مشاكل بالراجل وامراته واحنا ماناش دعوة وحرفيا ان القضية دلوقتي في محكمة الأسرة حتى أحمد موسى قال لهم عندكم ست معابر ليه مسكين فينا؟ يا أحمد موسى عايز العسكر الإسرائيلي اللي بيسرق الخزنة من المواطن الفلسطيني اللي بيقتله وبيقصف بيته ودخل مساعدات من معبره ويساعد في دخولها الغزة يا سلام عايز التراني الإسرائيلي يقصف البيوت بصواريخ تنفجر يطلع منا مساعدات هو مش واخد بالو ان إسرائيل دي هاتي العدو واحنا الحليف بتساوي نفسك يا أحمد بالعدو اللي بيقر أطفال للأسف الإعلام مفوش حد رازين غير ناشي هتبديش ومش عايزين دخل المساعدات المنطقة تشتعل زيادة يا سلام عليك يا مهندس عمليات المنطقة مش راضي يدخل المساعدات خوفاً على المنطقة لتشتعل فنخلق مجاعة أأمنا طالما هتجي في فلسطيني مش مشكلة حتى رضودنا على المحامة الإسرائيلي أحراجتنا أكثر بدل ما بناخد موقف ونحن في إسرائيل اكتفينا بشوية ألفاز بزيئة بقى هم دول يا عمر العبقرة المفوهين اللي عندنا ده إحنا الحمد لله إن إحنا مروحناش محكمة العد الدولية كنا نشكلهم ونمشي وحية أمك ونقعد بقى نجل وراء الرد على المحكمة ودورنا ولا بناخد موقف ولا بندخل مساعدات بسيئة رأيكم في الرد يا أخي بالآخر استنونا سيئة الخير حاملين إيه كلوا تمام؟ أكيد بقى مستغربين يعني المكان وليبسي وكده لأ أنا الحمد لله حقيقة الحلم اللي كل مواطن مصري بيحلم بيه اشتغلت في بنك عصد دي الوظيفة الوحيدة اللي قدر منها ساعد اقتصاد بلدي ما ينفعش أشوف بلد بيتمر بأزمة كبيرة زي أزمة الدولار ومقافش جنبها الدولار في مصر بقى أبص حاجة كده إيه أسطورية أو خيال علمي طولش حرية رأيه التعبير ده في ناس بيتقولوا إنهم ما شافوا الدولار بيجري في مدينة ناصر وناس ثانية بتأكدوا إنه ظهروا قدامهم في السامة في الوراق واختفى بسرعة حتى الدولارات اللي مع الحكومة بتخزنها برج آيكوني تكلفته 3 مليار دولار لا ما تستغربش ده برج معجزة يا فاندم بجد زي ما الناس يعني ما بيتقولوا على الأهرامات وما بنوها الزي وما كانش عندهم أدوات بناء إن شاء الله بعد ألف سنة البرج الآيكوني ده هيفضل موجود وأحفادنا هيقولوا أبع بنوه الزي وما كانش معهم فلوس هو فعلاً آيكوني بس فشل التوقيت إحنا يا جماعة دلوقتي عندنا مشكلة كبيرة إيه حل قزمة الدولار؟ أنا عندي في البنك ما فيش دولارات خالص الدولارات عندنا بتتعدى على صوابع وكلها فيها مشاكل يعني السياحة كان بتدخلنا دولارات مش مستقرة بسبب الحروب اللي حوالينا قناة السويس داخلها قال بسبب اللي بحصل عند باب المندب اللي اقتصاد بتسيطر عليه والسوق بتاعنا بقى طارد أكتر ما هو جاذب ما قدمناش بقى غير تحمولات المصرين في الخارج ليه اللي هتنقذنا؟ البنك المركزي بيقول تراجع فيه تراجع فيه تحمولات المصرين في الخارج 30% 30% ليه التراجع ده حصل؟ فكرة إنه فيه سعرين للعملة بتاخد ألف دولار قدامك حاجتين يا إما تبيعي الألف دولار دي في البنك ممكن تقولي وأنا ليه يروح البنك البنك هديلي بواحد وثلاتين بثلاتين والواحد تلاتين يا إما تبيعها بره البنك وبره بخمسين واثنين وخمسين بحاجة وخمسين جنيه ويمكن أكتر لما أنا ممكن أخد زيادة 20 جنيه في الدولار الواحد ويضرب بقى في الأرقام زي ما أنت عايز يعني أي حد لازم حيفكر أول حقيقة بيشوف إنه فيه فرق يا دوبك 20 جنيه حاجة كذي 70% ولا حاجة يعني يا مط ليه بقى مش عايز تغير مني وتخسر؟ فعلا الوقت اللي إحنا فيه صعب الجدع تلقي ده 20 جنيه فرق بس يا دوبك ده في قيمة فلوسك يلا يا جماعة ده لحد تصوير الحلقة دية في السوق السودة بـ 57 وعندي بـ 30 الله أعلم لما تتعرض هيبقى بكام ده أنا حق تـ أنا خايف أبص على كاميرا 2 تاني أرجع على إيب 60 أوه ما انتمش فاهمين أصلا أنا منزل عليك برومو كود في يا مصري فين أخلاق ولاد البلد؟ يعني ضحيت منص عمرك في الغربة؟ ضحيت منص فلوسك للحكومة ما يجراش حاجة يعني إيه هتغير مني بقى ولا نزلك ضريبة جديدة ونسميها ضريبة؟ ما انت على قلبك هده كده طيب نعمل لكم مثلا عروض تيجوا عندنا البنك بعدا للسوق السودة؟ إيه رأيكم نعمل لكم عرضوا دلفين أو مثلا فقرة ساحر؟ لا أتيبقى مكلفة برضو للبنك طيب بصوا أنا بفكر في حل اقتصادي شوية إيه رأيكم نمسك الشزن البنك المركزي ويعمل لنا عروض على الدولار؟ بس الشزن مش فاضي وداخل في صفقة بامبوز جديدة ووغدا كل وقته وعد قدامي صفقة بامبوز؟ ما تنعبنش معك بقى يا مواطن هاتوا الدولارات بقى؟ لأ برضو؟ يا أخد أنت طمع أو بتجرى وراء القرش؟ أو 27 جنيه فرق يعني طب بصوا أنا هتكلم ووزير المالية هو اللي يشوف حل المصيبة اللي إحنا فيها دي ألو؟ أستاذ معاية وزير المالية؟ لأ 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 ما تعيطش ما عندك شكلون؟ أوكي حل المشكلة عندي بص إحنا هندي حل اقتصادي مثلا نعمل سعر صرف عادل ونشجع مستثمرين أجانب نقدم حل الملموس للمواطن يقدر يحس بيه ويسق في الدولة وفي عملة بلد وإيه رأيك؟ اقتنعت؟ وحياتك يا فندم وحياتك قول الإعلام بقى؟ يقول الحل ده إنت إزاي كراجل مسؤول تقنع المواطن إنه هو يغير الدولار أقل عشرين جنيه؟ طبعا أنا هقول حس وطني لو إنت بتحول بس ألف دولار داخل الجهاز المصرفي إنت بتقدم بلدك خدمة كبيرة جدا وأنا بقول لكل المصيرين في الخارج يشد حلوم أكتر إنه هو إدعم بلدك بالدولار يعبر عن حبه وانتماؤه للوطن بالدولار بلدكم محتاجا لكم في الوقت ده يا سيدي حول يا سيدي ما تفرحش بالكام قرش اللي أنت تاخده تحولات المصريين في الخارج ده نوع من أنواع المشاركة الوطنية بالدولار فإلى كل مصري في الخارج حول على الطريق الرسمي يا مصري اللي بتشتغل بره طب اسمح لي بقى أسأل الوطنية فين؟ عمري في كل الأحوال ما هقول عليك إلا إنسان وطني وحط تحت الوطنيين دي ميت خط لا تقبل القرش الحرام حول لبلدك أهلك هنا وأبرك هنا قلهم يا باكر ليه يا مواطن مش عايز تساعد بلدك ها؟ ليه مش عايز تغير تحويشة عمرك في البنك عندي وتخسر أكتر من نص قيمتها؟ لا دا الحكومة محتاجاها بس بزمتك مستعبان عليك إن الموحات التانية من العاصمة الإدارية جديدة لسه مدقيتش ها؟ يرضيك تسيب الساحة الغربية مش يتبلطها كده؟ انتهي يا أخي ما أقول لك بلدك محتاجاك ما عندكش وطنية ولا إيه؟ لا تقبل القرش الحرام ها؟ تغير بتلاتين عد من البنك وتدخل الجنة؟ ولا بخمسين من السوق السودة تدخل النار؟ على فكرة لو غيرت السوق السودة بخمسين هتاخد بالسابعة وعشرين جنيه الفرق دي سيئات بكري انت كده بتبقى سخططي مش عشان اسمها السوق السودة يبقى ضلمة وبيعملوا فيها حاجات عب وحرام واه شمت سعر الدولار في السوق السودة بتزيب العقل بس ما تقفرش برضو والله اتطلعة دي كنت محتاجة شي خالد الجندي يتحفنك كده بفتوى من فتوى ويعمل لنا تسعيرها كمان يعني تبقى لعشرين جنيه دي سوف مثلا تلقي بك في النار عشرين خريفاً عم خالد هذا المقفول لكن شغل بقى في الوطنيتك بالكلام ده لأ ما ينفعش يا جماعة احنا ممكن نقول له لأ لأ يا مصري بجد الغربة غيرتك قوي ونسيتك بلدك أهلك هنا وأبرك هنا هتلف تلف وتجيلنا في الآخر كده كده هتدفع لما تموت مش سايبينك ادفع وانت عايش أحسن لك ومش فرقة في الآخر حتى بص كده والله العظيم واحد طعز بقى يا مواطن أخرتها متر في متر ادفع أحسن لك لو مش خايف من السعبان الأقرع عندنا قرع تاني لازم يتخاف منه شدي حلوم أكتر لا 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 شدي حيلك شوية كده ايه محتاج كورسات؟ مفيش أوفر تايم عندكوف ولا ايه لا شدي كده في شغلك واشتغل على نفسك وزود قابلك وبعتهولنا يلا ده أخوك المواطن برا بيشير اللقمة من بقوة عشان يحطها في خزنة البانك المركزي الناس دلوقتي بقتش تسافر عشان ترجع تبني بيت لنفسها بتسافر تخلص تشتبات حيل ملو الأعمال في العاصمة الأدراج الجديدة بزمتك مش بتبعت لماك فلوس كل شهر طب ما ماس لماك يا ابني أنا عارف يا مواطن هتقول إن كل الأسعار والمنتجات والسلع متسعارة على سعر السوق السوداء مش معنا بقى اللي حاول بسعر البنك أنا هرد عليك السؤال ده بسؤال طب اسمح لي بقى أسأل الوطنية فين رد بقى مواطن عجزتك صح؟ بالصراحة أنا شايف إن ده سؤال ينفع نستخدمه في أي أزمة جديدة تيجي على المواطن هتقول لي عوض خسارة فرق العملة ده منين هقولك اسمح لي بقى أسأل الوطنية فين هتقول لي طب أنا شغال في الاستراد والتصدير بس تورد هجيب دولار لشغل منين هتقول لي طب راح فين زمن الشقاوة يا حسين طب اسمح لي بقى أسأل الوطنية فين أنا معرفش ورقة الوطنية ديت ما اشتغلتش ليه ما احنا جربناها أيام ما الدولار كان بخمستاشر وعشرين وثلاثين واربعين وخمسة واربعين واشتغلت لا 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 انت هشكلك كده مواطن دماغك نشفى بقى برضو مش عايز تجيب اللي في جيبك؟ استنى بقى لقى انت فكرنا هي هتكلم الحكومة المرة دي؟ طبق غلطات اللي مش هيحول جوه البنك فيها سجن وعقوبة مصيرين جنيه فبيضطر ان هو يرتكب جريمة مصيرين بالخارج هم عايزين ايه؟ وبصراحة وانا مش بزيع سر يعني فيه ناس موجودين في السوق بيرقبوا مباحث الأموال العامة اليومين دول مش الأموال العامة بس لا 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 عاملين شغل بالنار في القهاوي هتلاقي قاعدين بيتابعوا في حاجة اعماد ولو اتزبط وهو بتغير لو حد تمسك حية سجن ده يعني مش هيشوف الشارع فجأة تلاقي طب عليك تعالا ده هيروح حتة تانية خالق تاخد بتقبض عليك تعمله عضية وتاخد منه فلوس وده فرصة كمان رزق بيدخل انا بقول لك رزق داخل يا رب زود قبضنا لا مش قبض فلوس قبضه عالناس لما علينا عبيدك يا رب مصدر جديد للعملة الصعبة ولكن على البال يعني حتى بص مش هناخد منك الدرارات بسعر البنك وتخسر فيها النص لا 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 هناخد منك الدرارات ببلاش فهنقبض عليك كمان عاملين أفر بس بيدخل مش عاجبت؟ والله يا سيب عليك أحمد موسى ده فرحان عشان واحد ابنه بعيدهم 2 دولار يتقبض عليه فرحان هما بيبضوا على الناس حس ان هما هياخدوا الدولارات ويبعوهم في السوق السوداء واللي تقبض عليه بيعوثوا العبيد بس بيدخل انا بقول لك رزق داخل معقول يا حكومة يعني مش بدل ما نفكر زي نقبض على الناس نفكر زي نحل أزمة الدولار نعمل مثلا أسوق حرة سعر صرف عادل شجع المستثمرين والمواطنين إن هما يحطوا فزهم في البنك ليه الحل الأمني أول حاجة تيجي كده في دماغ المسؤولين قال يمكن دي حاملة توعية جديدة إياك تضعف انت أول من الدولارات هو عاد تحاول تتخابس تستخبع نخلص صحينا وفتحنا عنيه ده في القهاوي لو غيرت حجر الشيش هيتقبض عليه عاملين شغل في النار ده أنا سامع إن هما بقوا يدربوا الكلاب البلوسي على شام الدولارات دلوقتي في الكمائن يا حكومة ده دولار عملة نقدية ليه فيها كده دخلت جدول زي زي ترمضون طب ما يفعش حكومة يبقى الشغل اللي من النار ده في الاختصاد كمان يعني زي ما بتجيبوا مخبرين كفاءة هاتوا اقتصادين كفاءة ليه بنعمل المصرين في الخارج كأنهم مثلا بيكراهوا الدولة لا 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 الو اديني يا ابني المسؤول لا 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 انت المسؤول أنا مش فاهم تفكير الحكومة بصراحة يعني معقولة تاخدوا قرارات غلط ضايع الاقتصاد والمواطن هو اللي يترمي في السجن اديني كده كلام منطقي أرد بيها لو سمحت على المواطن هتقولي الكلام مش منطقي وأنا قدامي عشرين جنيه زيادة والدولار بتلاتين وده بخمسين يعني ما عنديش رد في الحتة دي ما عنديش رد منطقي أصلا أنا آسف حقك علي انت بعمل ايه تلات سنين تلات سنين فين في السجن هي كده ما هيسرق احنا بنسرق الوطن لكن انا مقدرش اقولك غير لازم تغير ناقص عشرين جنيه طب مش ولادي أولى بالعشرين جنيه دول اه مش عارف ارد عليك يعني جهاز السامسونج لسه ما ببعتليش رد المنطقي والله لحد دلوقتي ما لهاش رد أصلاها أصلاها تحك عليك يعني هو انا الصلاحة نفسها تحك عليك بس مش لقيلها مدخل المراضي طب صعب قوي علي المراضي على طول كده أول حل يبقى نقبض على الناس ثلاث سنين في السجن؟ تخيل أبوك يدخل السجن في عشرين جنيه اللي هو أحرفياً ما يجيبوش رجوله في ناخد الوقت طلق الضابط بيقول له للأسف ضحنا بالأب عشان عشرين جنيه تعيش السعديلة بنطيب خطرك على علم يعني هتاخد ثلاث سنين سجن اوه بس معاها واحدة ايه؟ انا عاسم هناخد منك تحوشة عمرك ببلاش بس حقك علي لا لا ولا يهمك يا صاحبي ده ثلاث سنين في بيتها يعني طب يا حكومة مش قاراتكو ديت هي السبب ان الدولار في السوق السوداء بقى بخمسين جنيه مش عارف ارد عليك مش هنعرف برد عليك والله بص اي حاجة بعد كده هتقول له هنعمل سين ومش هنرد انا حس ان الناس بيتعشق وسط عصابه يعملوا لمصلحتهم وياخدوا فلوس الناس اللي هي مش من حقهم تعمل انت المصلحتك وتغير سوق السوداء يتبط عليك بلا اصلا المواطن اللي جوه البلد مستحمل غلاء الاسعار وسعر الدولار والدريب لكن اللي سافر برة والحكومة واخد اهل ورهينة لحد ما يجيب الفتية ايه ايه اصد يعني لحد ما حس الوطن ما يشتخل استنوهم هلم بكم مرة تانية من بداية الحرب على غزة والكل اللي بيطالب وقف اطلاق النار والكل اجمع على ارتكاب اسرائيل لجرائم حرب بس ساعة الجدد مفيش غير دولتين اللي خدوا خطوات حقيقية على الارض عشان يوقفوا العدوان على غزة جنوب افريقيا اللي رفعت على اسرائيل قضية في محكمة العدل الدولية واليمن اللي مناعت مرور السفن الاسرائيلية عشان تضغط على اسرائيل وتوقف الحرب على غزة طبعا تركيسيقل دلوقتي بتقول قال له وفيين بقى الدول العربية؟ عاملين ايه؟ كويسير والله الحمد لله انت عامل ايه واخبارك ايه؟ كله تمام؟ لا موجودين والله عيب عليك يا عم تظلمهمش هم موجودين وكل يوم الحمد لله بينزلوا بيانات شاجبه وتنديد على الانترنت انا شغيل جيمي جدا على الفيسبوك نرجع لليمن طبعا بسبب منع السفن الاسرائيلية من المرور اسرائيل جريت على امريكا امريكا قالت ايه ده؟ بلد بتضر اسرائيل لا سواني بقى شكلكوا كده عايزين الديمقراطية تعم عندكم صح؟ وقالوا انتهت حلول الارض نضرب بقى بطيارات من السماء فعلا يوم 12 يناير امريكا وبريطانيا عشان يدفعوا عن اسرائيل عملوا غارات على 30 هدف داخل الاراضي اليمنية بس ايران تسكت؟ طبعا لأ اما اطلعت صواريخ باليستية استهدفت بها القواعد الامريكية لا مش في امريكا طبعا في العراق يعني امريكا وبريطانيا عشان يدفعوا على اسرائيل دربوا في اليمن وإيران اللي بتدفع عن اليمن وفريسطين دربت في العراق المهم يعني واحد يقول لي تاني يا جاعة فين بقى الدول العربية مستنيين ايه؟ هيسكتوا يعني؟ لأ هيسكتوا عادي أب صراحة يعني بص نعملكوا قمة عربية على الأول مارس كده يكون البرد خف تتمشي معاكم؟ لأ احنا لولا الحرب على غزة كممكن تلاقي دول عربية بتدعم طيران التحالف هي بتقصف اليمن دائرة الاعتداءات بتوسع على الدول العربية ولسه مشوفناش رده ليه ايه ما يوقف الحروب دي؟ بالرغم من احنا قادرين على حاجة زي كده بصراحة امتى يكون لنا موقف؟ وايه اللي تعلمنا من الهجوم الواسع اللي بحصل ده؟ مع العميد محمود محيديني الباحث السياسي في الأمن الإقليمي كيف كانت الضربات الأمريكية البريطانية على مواقع الحوثيين في اليمن مرة أخرى الأهداف التي قصفت كلها أهداف عسكرية بالكامل أهداف عسكرية وأكد لحضرتك ده أن الجانب الأمريكي أرسل بصورة أو بأخرى للحوثيين أنه سيتم توجيه ضربة للمنشأة العسكرية قبلها بساعتين عشان لو في مدنيين يتجنبوا فكرة سقوط المدنيين ما يعلموا الإسرائيليين بقى الكلام ده بدل مع عملين يموتوا كافة الناس طبعا لا يشكروا والله منهم ما بلغوا قبلها بساعتين أصل ساعات الموعيد بتتلغبط فتلاقي حد تاني حجز خصف الأراضيك في نفس الوقت فبقى مشكلة بقى بجد نشوف له معاد تاني أو نختار له أهداف مختلفة بقى على ذوقنا هو انتهاك للسيادة أراضيك بس طالما الطيران أمريكي يقول أهداف عسكرية بقى صوت لا ده ما يتسماش غزو طبعا ده كانوا بيقولك لو عايز تبقى حلفاء ده الكرت بتاعي بعدها يرمو لك منشورات تقييم للقصف من واحد لخمسة ما يعلموا الإسرائيليين بقى الكلام ده؟ هو إيه اللي يعلموا الإسرائيليين يا لميس؟ اللي قصف أهلنا في اليمن مش جمعية هو الإنسان والسواريخ يا أمريكا وأمريكا لو أتعلم الإسرائيليين فهوما برضو أيعلمهم يقصفوا أهلنا في غزة كيف أم أنت بيطول إيه؟ كيف كانت الضربات الأمريكية البريطانية؟ يا لميس إحنا عايزين نتطمن على اليمن إنتهي أنا سيبت اليمن وعايزة تطمن على السواريخ وإيه كيف كانت الضربات الجوية ديت؟ هتكون مقلية يعني ولا محمرة؟ ما أكيد دموية مدمرة ما حضرتوش العدوان السلاسي وإزياد ضربات بريطانية وإسرائيل شفتاش بيها بتقتل أكتر من عشر تلاف مواطن مصري؟ وقال لك كنت ساعتها في قناة الإبنانية؟ وقال لك كنت فين؟ يا جماعة أنتو عارفين الأمريكان بيستجيبوا لأي استغاثة حتى لو في عرض المحيط بس في البر بيسمعوش استغذات الفلوكسانيين من العدوان الإسرائيلي أين يموتوا؟ كفت للناس الناس بتموت دي حاجة بدحكني قوي صح يا لميس؟ ما ينفعش نعقص صواريخ الأمريكان يا أنا الشينة صح على أهداف عسكرية أمريكا بتضرب في بلد عربي المفروض نرفض التدخل العسكري زي كل اليمنيين بجامعة وايفهم كلهم اتجمعهم من أول مؤيد الحوسي لغية مؤيدي الحكومة الشرعية وكلهم أدانوا العدوان رئيس مركز المخل دراسات الباحث السياسي عاتق جار الله سيد عاتق مساء الخير عليك أهلا وسائل مساء النور إذن من متابعاتك حول ما حدث من قصف أمريكي بريطاني مشترك كيف تقرأ المشهد؟ الحقيقة أنه تطور مفصلي وخطير نحن نرفض هذا التدخل كيمنيين بشكل عام نرفض الاستهداف بهذه الطريقة التدخل الأمريكي في الحالة اليمنية لم يأتي نتيجة دعوة من السلطة الشرعية ولم يأتي لاستجابة لعودة السلطة الشرعية لكن كده القصف ده والناس اللي ماتت على الجاب هربقى نين بعدين يعني هي أمريكا جاية تقصف عشان إسرائيل مش عشان ترجع الشرعية لا لو كده يبقى لازم أمريكا تجدد النية أنت أفندي من سماعلك تنتهيك سياتي مش تاخد إذن الحكومة الشرعية الأول؟ طب حتى خبط على باب بابي بالمندب قبل ما تقصف إيه الجو ده؟ يا جدعان ما حدش يضربني على أفاق إلا بإذن لو سمعته تفاكرينها سائبة ولا إيه؟ في حكومة الشرعية هنا بالمناسبة الحكومة الشرعية اليمنية ديت ملاش أي دور زيها زي السلطة الفلسطينية كده أو الحكومة العرقية أخلاص بقى يا أمريكا تكلنتي على الله لما نعوزها إن شاء الله ديمقراطية أنا بعتلك دي تقصفي يا لو تدخلوا كده تحموا السلطة الشرعية في اليمن نهاية ساعتها ندنركم قاعدة ونعمل دور شاي ونجيبوا الكوتشيرا ونلعب بقى بس يلا حصل خير ديكم عرفتوا طريق السلطة الشرعية عشان يعني لو في أي مساعدات نكون شاكرين جداً لكم أستاذ عاتل اعتنى من البدن ده الله يخليه يا جماعة أنا عايز تحليل سياسي مش تحليل بول لا أنا مش أخاطب العرب تالي أنا أخاطب إنسانية المجتمع الدولي ضمير العالم نشوف وجهة نظر البلترة اللي بتضرب وبتضرب لإيه؟ هذا الوزير الخارجية في الكاميرون ما رأيكم في اللي بيحصل ده؟ انت ازاي قادر تشوف المدنيين والأطفال بيموتوا في غزة ومشارك القسف ده؟ لا حول ولا قوة إلا بالنفس بعدين أرمي لك كم لقمة كده قابل نفو السياسي أنت اختار يلا ها تحب مجازر في قارة أسيا ولا مجاعات في أفريقيا؟ طب عندي فكرة حل وليد ما تاخدون في بلادكم؟ أه ولا أنت بلادي بتاخدوا أثاروا موارد بس أنا برضه قلت تصفوا من الأمح دية تعقد الزنب مش عمل خيري أكيد تعلموا بقى يا إيمنيين عيب تستغلوا انشغال إسرائيل في الإبادة الجماعية وتروح وتعطاروا حركة تصفوا في المديئ عبوا الله الراجل ده بيفكرني لما كنا يعال زغيرة وبنلعب جي تي ايه واحد يروح سائل إسعاف ويقيت الأربعين واحد في الشارع عشان ينقذ مريض معاه في الإسعاف يا حبة زي ما خرجنا البلترة من الاتحاد الأوروبي ما خرج اليمن من جزيرة العرب عشان نفك إديها خلاص يا عم احنا نقسم البلد نصين ونشغل المديئ اتجاه واحد عشان توصلوا الأمح قبل ما يبرد واللي عايز يدخل البحر الأحمر عشان يوجب مع الاحتلال يلف من يوترن الرجاء الصالح لكن الأمانة ليس كل السفن التي تروح إسرائيل محملة بالصواريخ والزخيرة هناك سفن مساعدات محملة بمضادات الكتاب عشان جنود الى احتلال لا احنا عارفين دبت النملة هناك يا ترى دول التحالف ديت عارفة إيه سوف أذهب إلى الأمحادات ونحن نتحدث مع ستيف جيل أعادر لكلينتون ونشطة بشيات المدينة كم من ستجل المدينة ستجل الهوارة لأمانة ستجل الهوارة لأمانة ستجل الهوارة أمانة ستجل الهوارة لا يمكنني أن أخبرك أين يمن يوجد مدينة لكننا سوف نتعلم نفس ما نتعلم عن إراك وإران وإران وإسيريا أعتقد أن هذه ستجل الهوارة جيوغرافي ستجل الهوارة جيوغرافي معك حق والله يا باشا تحتى الاستعمار بيعلم الشطار ولا يهمك اتفضل تعلم وعلم علينا بص اعتبر رواسنا العربي ده كله كتاب الإكسرسايز بتاعك ده إحنا قبلة لسيحة الاستعمار بس لو كان الاستعمار ده درس جيوغرافيا اللي حصل في اليابان ده إيه؟ أه درس فيزياء وكيميا بس بقولك إيه؟ مهما تعلمته أي مقاومة بتقابلكم بتكون أشتر منكم في الأحياء ويرت تقربة عن الخنجر اليمني عشان ما تتغفش وتسعى للمحدش قلة ولحد دلوقتي مش واضح أن انتوا عندوك أهدف عسكرية من الحملة دي لو هدفها محو الأمية هتخلص محو الهوية بس شوفنا الفيلم ده كتير قوي من أول اللي نودوا الحمر لحد فلسطين بس من عرش أنتوا دايما عندوكم ميزانية لأجزاء جديدة وواضح كده إن أجدادكم اللي كانوا درسين جغرافي أحسن منكم أيام ما كان الاستعمار كله بري إنما الجيل الجداد ده طايش بتحرك باللوكيشن ولا أنا بقول فكوكم التعليم الحديث ورجعوا الضرب تاني في المدارس أحسن ما يطلع الجيل كله جاهل كده ويطلعوا يضربون أحده استنون أهلا بكم مرة تانية مر أكتر من مئة يوم من العدوان على أهلنا في غزة مئة وعشرة يوم شوفنا فيها مشاهد صعب إن حد ينسيها ألاف من الشعب الفلسطيني السوشي وألافات اتهجرت أو بقى تحت حطام بيوتهم المشاهد الصعبة ديت ما حركتش بلاد حدود هلزقة في حدود فلسطين بس حركت جنوب أفريقيا اللي مفيش بينها هو من غزة حدود وفعلا جنوب أفريقيا رفعت قضية في محكمة العدل الدولية بتتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية في غزة إسرائيل أجت إيه ده؟ إيه ده إيه ده؟ في غزة بس؟ هو يعني عشان قتلنا وشرطنا ناس ببقى بنعمل إبادة جماعية؟ لا لا إيه اللي اتهمت اللي ملهاش أي أساس من الصحة دية؟ طب هتقول لنا الصحة في واحد بس صورنا وإحنا بنية الأهل غزة مش هتلاقوا، ليه؟ قتلناهم كلهم خطوة رفع القضية ديت ما خطتهاش أي دولة عربية وهما بيشوفوا أهلهم وإخواتهم وهما بتبادوا كل يوم هتخافوش يا دول عربية؟ عادي ترفع القضية على إسرائيل في المحكمة قصة دي مش محكمة الأسرة وأنتم مش قرائم صح ولا إيه؟ دي محكمة العدل الدولية طبعا إسرائيل أنكرت كل التهم وأولهم تهمت إنه هما سبب قفل المعبر مع مصر ومنع المساعدات عن غزة وقالت اقسم بالله ما باباباتي دي مصر اللي قفل المعبر آيوة يعني دلوقتي إسرائيل هي المتحكمة في حدود مصر ولا مصر هي المنع المساعدات على غزة عن عمض ده سؤال في برنامج من سياربح المليون عاروة اللي إيه؟ طب يا إسرائيل، الكلام كده تغير إحنا هنا مش في حرب إعلامية ومن هي يقدر يقنع الناس أكتر دي محكمة العدل الدولية يعني اتهمات وأدلة وقصة كبيرة بلونا بقى الدفع إزاي عن تهمة الإبادة الجماعية في غزة أنا أعتقد أن هذا الفياد سورية تسويل؟ أنا أعتقد أنه أبداً أقصد أن تكون المهمة ح VER دي محامة ل 것처럼 في سوء السمان دعيتكم من وجود أعلى يتبع من أكتشارات ترويش Woo لدي محامة لك في الحدود سياروا كيف تعرفين؟ كما تعرفين بالفعل العمضة كما يقولون من الداخل المنصر في الأنسائل المضعة الإستوائي بإذن بإذن tenho أعرف إذن التفحيات الإستوائي هناك تطبيعات الإسرائيل المضعة أحياناً 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 شوكتش غير في إسرائيل بصراحة يلعن أبو اللي نحياز يا جدعي اللي ضدكو كل عمر الدول المتقدمة يا أخو يا منحاسا ضدكو من ساعة ما منحوا الفلسطينيين وعدوا بولفر ومكنونه من أرضكو والفيتو اللي بيستخدموه المنع أي قرار يديل الفلسطينيين يا نهرب يد بقولك يا عم الإسرائيلي ما فكرتش ليه في العالم كله عكس كلمة الحرب سلامي إلا في إسرائيل عكس الحرب تطبيع عشان مفيش سلام مع إسرائيل دا كإنك بتيسم الواحد على صفر بعد أنه وفي استقلال قضاء عندكم دا أنتم مجرمين الحرب عندكم بيتحطولهم تمثيل في المتاح دا من شروط التعييم في الحكومة الإسرائيلية يشطلط أن يكون لديه السجيل اللي سابق في المزابح طب حتى كده رجع التاريخ من الغفير وزير يأمن القوم ولا نتنياهو اللي رغم كل ملفات الجرام اللي مفتوحة عليه لس رئيس وزراء لأ فعلا القضاء في مشكلة بولا كيه دا اللي بيرد على جريمكم بالمقاومة يطلع الرهابي واللي يرد بدعوة قضائية يطلع القضاء مش عادل طب خدت على بقى يا صابي انتنياهو أقولك شوية مفاهيمي بالقانون اللي بيئت الشخص واحد اسمه قاتل بالقانون برضو اللي بيئت الأكتر من واحد قاتل متسلسل وبالقانون اللي بيئت الألاف يبقى استوفى أهم شروط الإبادة الجماعية اللي بتعمله الدولة المحترمة تاني المحترمة جنوب أفريقيا دا اسمه ايه ها؟ اوه ايوة بالزبط انحياز انحياز طبعا انحياز فعلا النظام الأمم المتحدة دا متحيز يعني ايه رأي الأغلبية المفروض يخلوا النظام قبرتايد او بص نقسم القاعة اللي ضد إسرائيل على اليمين واللي بيدعمها يبقى على الشمال ونعمل ما بينهم جدار عازي ماشي يا أستاذ سفاح حتى لو أمم المتحدة طلعت ضدكم قرار امريكا هتكرمش عشرين جنين اللي بتوع تنفيذ الأحكام والموضوع هيخلص اصلا هنعمل ايه عشان يبطلون الحياز تيجي نيني المقر للأمم المتحدة مثلا لباريس لا لا بلايش كلها مظاهرات ضدكم طب نودي لندن يا نهرة بيض بص احنا نيني المقر للأمم المتحدة لتلى قبيب عشان يعني لو عرضوكم تعرفوا تقمعوه أو نطبق نظام الاستيطان ونشتري مقاعد الدول اللي بتعرض ممارسات الاحتلال في أمم المتحدة ولا انت هتعرفوا تبرر جريمكم بالقانون لا بجد عايزين اي حد يطلع يقول لنا ايه رد اسرائيل على التهمات الموجهة ضدها في محكمة العدل الدولية المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية حسن كعبي اهلا ومرحبا بك سيد حسن في البداية قيل بان هذه الدفوع التي قدمت امام حكمة العدل الدولية هي سياسية اكثر من كونها قانونية نحن نرفض ربض القاطعة لاتهام الفاحش من قبل جنوب افريقيا ليس له اي اساس واقي او قانوني لمصطلحة الابادة الجمعية وين كانت جنوب افريقيا عندما قتل اكثر من مليون شخص في سوريا في ناكب ذا العربي اللي استحوا ماتوا فعلا معك حق هو اكبر دليل على كده ان انت لسه عايش كويس انه وقالش على المسألة الاسرائيلي يقول لك يعني من باب السرق بصوة لو امريكا بدين القصف العشوائي وفي نفس الوقت بتزود اسرائيل بالزخيرة يبقى فعلا اللي استحوا ماتوا بس خلي بالك مش بس اللي استحوا ماتوا اللي قومه كمان ماتوا اللي نزحوا في ممرات امنة ماتوا بكل لاب سواريخ اللي مستحوا بعدين انت لما جيت تضرب مثل ضربت المثل ببشار لا 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 استنى المرات دي مش محتاجين مية المرات دي بقى محتاجين طبول حرب ربوطة بعد المشاركة العربية الوحيدة اللي حضرت كانت موجودة عشان تبرق اسرائيل ايه يا عم بشار ايه يا عم بشار اللي اسرائيل بتخصفك كل يوم انت قريبا ما كافهاش ده وبقوا كمان يخصفوا جبهيتك انا بس حابة بوضح معلومة للأستاذ ده حضرتك اللي استشدت بي ده مش مقياس معقولة اسرائيل اللي كانت بتقارن نفسها بديمقراطيات العالم اخيرا اقتنعت نامة انفحش تتقارن غير بيسفح حتى اللي شفناه وسبعناه في الازمة السورية ان اسرائيل كانت بتخصف سوريا ما بقلاش يعني الكيان زي اسرائيل يتكلم في الحتة ديت عشان هو احد اهم الاطراف المشاركة في الجريمة وين كانت جنوب افريقيا ايوة كده يا اخي بقى ادي ردود منطقية كنت بقين يا جنوب افريقيا بقى تغزو الهكسوس كنت فين مسبحة القلعة والمماليك بيتخدر بيهم كنت فين لم احمد العودة طالق اسمين عبد عزيز كنت فين بس اقولك انت كمتهم لحد دلوقتي ردودك خارج السياق وبتبعد فيها عن اساس القضية المحكمة عايزة رد على سؤال واحد ليه بترتكبوا ابادة جمعية ليه اسرائيل بتقتل المدنيين في غزة تقتل المدنيين في افغانيا وموسول في هذه المتحلات في عزيزة موضوعية 8 او 9 او 1 تعتقد ان هذا بخير؟ عندما نذهب لجرمانيا لتقتل المدنيين نتقتل 2 مليون جرمان هل انتم بتخرجوا الناسيين من برلين؟ هل انتم بتخرجوا الناسيين لجواكم؟ مليون مدني؟ لا ده انت مشارك جدا وطبعا البنياء ده من الأوروبية تقيمت السوقية أعلى انه ما احنا حيوانات بشرية لا مفهوم رسالتك وصلت كده تمام بس يدو كده مؤسسنين بصراحة في حق الفلسطينيين عشان ليس الحد دلوقتي منزلتوش بالنووي بس كده نسلم بان اسرائيل دولة انسانية طالما عدد القتلى في غزة موصلش ال 2 مليون مش كده ولا ايه؟ لا بقولك اتفرجي على وثقيات الحرب العالمية وقرن عداد الضحايا هتعرف ان انا مديكي احسن ساعة لف كده بس على المدابح حواليك مش هتلاقي أرخص مننا ماشا انت كده بينطبق عليك المثل اللي بيقول اللي اصتحه ماته حرفيا لا اوه فرحان اوه بيشعر بالفخر انه قتل ملايين الناس لوقع المفروض نكون متعودين ما هو كل كم سنة كده بيجوا يقلط له كم ألف أو مئة ألف عندنا ويرجعوا عادي المرة دي بجد يعني مش عالف انتوا ليه مش قابلين فين اللي عشوا القتل اللي بيننا نسيتوه بسرعة كده يا الدنيا فعلا اتقلت براكتها يا أستاذ لما حد يقولك انت ارتكبت جريمة إبادة المفروض تدافع عن نفسك مش تقول ايوه من ارتكبت عشرين جريمة إبادة غيرها ده انا من كتر ما كنت ببرى المدابح صوت بدأ ايه اللي بزومبي ماش شايفين صوتي ولا ايه بتعامل كده زيك زي اللي دخل على مراته لا بتخونه مع واحد صاحبه اكتب ايه المشكلة يعني مجارتنا بتخون مع اتنين الراجل عشان يحمي إسرائيل من تهمة اعترف بثلاث تهم زيادة حضرتك لو كلمتي عن الأسر الفلسطينيين هيحكي لك عطول اللي كانوا بيعملوه في جوانتنامون ده ده مش مستغرب من المجازر اهو مستغرب من المستغرب من المجازر مستغرب من المستغرب من المجازر ايوه هي اساسا فكرة نشو إسرائيل ايما على ان المدنيين اليهود تقتلوا فلما تيجي إسرائيل تقتل المدنيين يا بكده عمالة هل تقتلوا بيعملوه؟ هل تقتلوا بيعملوه؟ هل تقتلوا بيعملوه؟ وانت لما تحفظ رقم الضحايا مش هنقول عليها إبادة جمعية يعني؟ طبعا مش هنجيب سيرة الملايين بتاعة هربة اتنين عشان انسحبتم منها بالشباشر سأنتوا يا بقى عمالين تعدوا لأمريكا الجرائم ليه؟ هحس كده ان اسرائيل بتقول لهم لأ احنا مجتمع دولي مع بعض انا لو وقعت مش هقع لوحدي السؤال هنا هل تقتلوا بيعملوه؟ 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 فالسطينيين سيكون لدي أفضل أفضل بس نظام التعليم عشان الأجالي الجديدة ما تقراش عن أجداتها وتتخضم اللي حصل لهم هيبقى فيه تابلت في المدارس ومرجيح في الحوش وحطان في البيوت وزي ما اليابانيين بينظفوا الأماكن وراهم من أي زبالة لأمريكان أخلاها برضو وبيلموا الزبالة من الأرض المحروعة بعد ما بيبيدوا سكانها بس معقولة معقولة هتعمروها من غير ما تبضرب كده بالنوي لأ ما تخافوش على المستوطنات ما إن شاء الله تبقى أفراج زي توكيو ولا حضرتك يتعالي كده إيه رايك تخلي إسرائيل دولة متقدمة زي الياباني يا جماعة الواضح إن إحنا بنتعامل مع مجانين بشكل رسمي في المجتمع الدولي لما دخلنا الفقرة دية دخلناها وإحنا عايزين نسمع التبرير ورد الجانب الإسرائيلي واللي معاهم بدوتهم ترتكبهم جرائم إبادة جماعية بس اللي شفناه اسمعناه لحد دلوقتي اعترافاتهم مش بس بإبادة جماعية في غزة لأ في غزة وفي أفغانستان والعراق واليابان جنوب أفريقيا بعد تعرضها للنظام الفصل العنصري اتحررت وخدت استقلالها بدأت مؤسسات مستقلة وبقى لها سيادة قرار عشان كده وقفت ضد الإبادة في غزة على العكس اليابان استسلمت عشان تحافظ على البقية من المدنيين وبقى إعلامها بياخد معلوماتهم من الغرب عشان كده رغم النهاية برضو تعرضت للإبادة صوتت ضد وقف العدوان على غزة ولحد ما الوعي انتشر عن ضب الأضايا الفلسطينية على السوشال ميديا بقى فيه مظاهرات لحد النهاردة في توكيو لدعم فلسطين يعني ممكن بعد الحرب العالمية بقرن تبقى غزة هي لحرارة اليابان لو بتشوفونا من خلال السوشال ميديا تقدروا تشوفونا كل يوم خميس حصري على التلفزيون العربي في الأوقات والتردودات إلى تحت لينك الفيديو ده اشتركوا في قناة جوشو على اليوتيوب وفعلوا زر التنبهات اسبوع الخير اشتركوا الاسبوع الجاي في حلقة جديدة من جوشو